هاتوا يا جماعة الأرقام هاتوا الأرقام بتاعت المباراة النهاردة هوريك شوية أرقام تعرف بيها على اللي حصل أولا استحواز مصر كان 58 مقابل 42 لغانا استحواز لمنتخبنا اللي هي الأهداف المتوقعة يعني الفرص اللي سرحت ليك وكان من المفترض أنها تسجل أهداف مصر 1.38 يعني حوالي هدفين جمناهم تمام منتخب غيرنا اللي سجل هدفين من أخطاء غريبة جدا الاكسبيرت جولز بتاعته اللي أهداف المتوقعة بتاعته نص يعني مفترض النهاردة يجيب نص جول مش جول نص جاب جولين عشان أخطاء ما عملوش حاجة ما عملوش حاجة من اديهم هدايا الشوتس بتاعنا العدد المحاولات على المربع أو يعني المحاولات عموما كان حجاشة لينا وخمسة ليهم الضعف أكتر من الضعف كمان طيب الشوت بين التلات خشبات بين التلات خشبات مين كان متفوق منتخبنا تفوق بخمس كرات خمسة لمنتخب مصر وتلاتة لمنتخب غانا الفرص الكبيرة فرص المهمة كانت لي منتخب مصر بفرصتين مقابل كم واحدة بقى الغانا لا شيء ثم صنعوش فرص هم شوتين بقى أخطاء مننا صعبين جدا اجوال طيب دقة التمريدات احنا 84 حتى في التمريدات اللي احنا نكلم مع قولة عالي جدا بتاع منتخب غانا كلهم محترفين احنا تمريداتنا كانت أفضل 84% أفضل بشكل طفيف شوية مقابل 83% دي الدقة لكن التمريدات عموما احنا 369 تمريده مقابل من 262 تمريده لغانا بس باقي عادي تفوقت انت طولا وعرضا تفوقت طولا وعرضا في هذه المواجهة